معرقة كبرى بين حوت الأوركا والقرش الأبيض لقد أصبحت المعارك بين القرش الأبيض وحوت الأوركا أقصر شيوعا بسبب النقص المستمر في الغذاء ولكن أيهما أقوى ومن سيفوز في هذه المعرقة الجولة الأولى وهي الحجم عندما كانت الأوركا تلتام فريسة ما إذ أنها تفاجئ بالقرش الأبيض ياجم عليها وذلك عندما شم رائحة الدم وبسبب أن حجم القرش الأبيض أقل من حجم الأوركا فقد فازت الأوركا في الجولة الأولى الجولة الثانية وهي العض بتصل قوة عدد حوت الأوريكا نحو 231 ألف كيلو باسكال وتبلغ قوة عدد سمكة الإرش حوالي 28 ألف كيلو باسكال يفوز حوت الأوريكا أيضا في الجولة الثانية الجولة الثالثة وهي مهارة الصيد حطان الأوريكا تسطاد في مجموعة وتعمل قفريك واحد أما حيتان الإرش تعمل كل واحد على حدة فتفوق أسماك الإرش على الحوت في الصيد قول لي باكم تتمنى من اللي يفوز فيهم